تعزيزا لشراكة المجتمعية التي تخدم اللغة العربية وتسهم في تطوير تعليمها وحمايتها تم في المجلس العالى لشؤون الأسرة بالشارقة توقيع اتفاقية تعاون بين المكتب الاعلامي والثقافي بالمجلس والمركز التربوي للغة العربية لدول الخليج بالشارقة وقع الاتفاقية الدكتور عيسى الحمادي مدير المركز وسعدة صالح غابش رئيس المكتب الثقافي والاعلامي وتهدف الاتفاقية إلى تحقيق تعاون بين الطرفين لوضع وتنفيذ برامج وأهليات تنشر الوعي بأهمية اللغة العربية ودورها في تعزيز الهوية والانتماء الوطني وتنفيذ البحث والدراسات والبرامج التطورية للغة العربية بالمركز